طيب بص بالي ان احنا يعني انا مش عارفة ده موضوع يعني ليه علاقة انك بتحسد نفسك ولا الموضوع يعني باد لك ولا ايه بس الاسف الشديد احنا بنتكلم عن رياضة الاسكواش وبنتكلم قد ايه مصر يعني طوب في هذه الرياضة سواء على مستوى الرجال او السيدات وبنحنا فعلا عالميا ما عندكش حتى بلد تقدر تنفسك بشكل كبير يعني رانكينج كبيرة جدا احنا بنحتل كل الطوب مثلا ثري كمان في كل التصفيات او كل يعني التقييمات اللي بتحصل حتى الشهرية فللأسف الشديد خلينا يقول بشكل هنا رسمي تأكدت اصابة كريم عبد الجواد وكنا نتكلم عنه الاسبوع اللي فات طبعا لعب منتخب مصر ليه السكواش وانضم يوسف سليمان لعب النادي الاهلي والمصنف الاثناشر عالميا لقائمة المنتخب هنا بقى بدل كريم للأسف عشان الاصابة بتاعته هنا استعدادا لبطولة العالم اللي هتقام في نيو زيلاند يوم 11 ديسمبر الجاري يعني طبعا احنا كنا نتمنى طبعا ما يحصلش اي اصابات وكنا نتمنى ان كريم يشارك لان كريم برضو بطل كبير جدا وبطولة مهمة جدا احنا حاملين اللقب بتاعها في النسخة الاخيرة ومتساويين كمال مع منتخب انجلترا في عدد كبير او عدد مرات التدويج وهي خمس مرات فيعني يا ربنا يشفيه كريم من اللعيبة اللي كان عندنا امال كبير جدا عليها بس طبعا نرجع نقول يعني يوسف برضو بإذن الله يعني يقدر يحقق المطلوب منه بالتوفيق ليهم وينحقق بقى اللقب السادس بحظ كمان النسخة دي اعتقد مش بعيدة كريم لا ان شاء الله خير مش بعيدة بصفة خاصة زي ما انت كنت بتقولي بنتكلم بقلب مفتوحة ومن الإصابات ندرة في السكواش يعني ففي حاجة عارف الله ومبطولة مهمة بس يعني ان شاء الله بإذن الله خير بإذن الله طيب بما ان احنا بنتابع دايما مع حضراتكم واول بأول أخبار المشروع القومي للموهبة في كذا لعبة يعني كلمنا مع حضراتكم فيما يتعلق بهذا الملف في كرة القدم في التايكوندو في رفع الأثقال وحتى في السكواش الجديد بقى ان وزارة الشباب والرياضة اعلنت عن انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة عشان يبتدوا برضو هما كمان يعني ينتقوا المواهب في كافة المحافظات وده طبعا أكيد بيتم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة الاختبارات هتبتدي من سن 14 سنة وكل موهوب أو كل حد يعني حابب كرة السلة يقدر يعرف كافة الشروط وكل الإجراءات المطلوبة من خلال مديرية الشباب والرياضة التابعة للمحافظة اللي هو مقيم فيها واعتقد زي ما شفنا نمازج نجحة في الألعاب اللي ذكرناها لحضراتكم أكيد ان شاء الله هنشوف نجاح مساوي لمشروع موهوبي كرة السلة بإذن الله لأن المبادرة دي أو المشروع ده حاجة في المتاع الأهمية ده نقدر نقول عليه أنه هو خط إنتاج إنجاز التعبير للنجوم مستقبليين في رياضات مختلفة نتمنى للقائمين على هذا المشروع كل النجاح بإذن الله ترجمة نانسي قنقر